السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس هذه الخطوات خطواتي أحسب خطواتي ما اسمعك رفاصاتك تحسب خطواتك مشواره لألف كيلو يبدأ بخطوة ألف كيلو بالمامل تتم تصويره تم تصويره وانتهى وهو من أنجع البرامج عرفنا عن نفسك يا أبو خطوات معاكم مروان المجيدي من موليد المدينة المنورة أهلا بها الطيبة أهلا بك يا سلام أيوة كوميدي أحب التمثيل موهبتي الأساسية الكورة أستاذ وكيل طفشان والله العظيم إذا لم أضحكتني لا عاد تقول عن نفسك كوميدي والله أني أقولها صادق إذا لم أضحكتني لا يعني عندي بحة جميلة عندي بحة جميلة بحة جميلة أنا ضحكت علي يا أسر والله ما ضحكت علي والله ضحكت علي يا أسر عيد بحة جميلة بحة جميلة صوتي جميلة جميلة هذا الولد والله عجبت عجبني طيب أنت ليش ثابت كذا يعني ثابت أنا سأنصحك نصيحة لوجه الله حقيقة حاول أنك تجلس مع مازن كثير أبشر شوفه أجلس معه أقوله يعطيك نصائح في حياته مازن الطويل لهذاك نجاح كالعالم يعطي نصائحه طول الآن ضحكتنا والله أني صادق ما ضحكتنا لا ما ضحكتنا أعطينا نكتة اسحب هذا اللقب وما تسمى كوميدي أريد أن أعطيك معلومة أستاذ خالد وأنا باحث في هذا الأمر أنا باحث في كل مواد باحث هذا الأمر ترى الستاندب كوميدي صعب جدا علمي لكن ليس بهذه السرعة لا هو عفوية طبعا يحتاج إلى تلقائية وعفوية لازم عفوية أعطنا عفوية أعطنا واحد عفوية أنا سعيش في البرنامج إن شاء الله إيش دخل هذا أنت قول كوميدي صعب بعفوية صعب بعفوية طبعا عفويتك لا أقول أنك تصنع لا إلا الله أتكلم أول يوم نفسياتهم الله أخليك نفسياتنا نعمل ليش ما عندك موهبة أنت غير الأكتانية بس تأكد أنت بفريق ما أزن أو لا أزن هذا نشوف نطلع عند الضعجة أقمرا على فاصلك موهبة ثانية ما عندك شي أروح على فاصلك أروح على فاصلك أستاذ وكيل قال بس تكفى بس شوف ما أزن معك بالفاصل أو لا بس تأكد أن أغلق شفاية هل أن نأخذ هذا المؤكد من سعب و بالعزيمة من سعب و بالعزيمة شفاية دعني أرتب المبالك كيف؟ دعني أرد بربع كلمة كيف? ماذا؟ هل تقوم بمعي؟ أمرني؟ نسيت أغلب المت لنضع الحصة جاي بدري سبع تماما باين معاكم أروان بجاش عريقايد المزيدي أمري 22 سنة أحب التمثيل وأحب الضخور الإعلامي في المسارح كوميدي عندي حس فكاهي أشوف أنه برنامج يستهدف كم من المعلومات للصغير والكبير وأسعى لإسعادهم في هذا البرنامج كنت سعيد جدا ومبسوط لأنها ستكون تجربة جميلة جدا بالنسبة لي ورحلة وإن شاء الله فيها تغيير المستقبل في يوم من الأيام كنت مواصل فحضرت للمدرسة متأخر وكانت علي الحصة الأولى رياضيات تمام فدخلت للحصة مدرسة رياضيات طبعا قال لي وين داخل وقف على جم وقفت على جم طبعا معا لي فلكني في اللي انجلت طبعا وطلعني خارج الفصل فلما انطلعت خارج الفصل وطبعا كنت نعسان فمن بعد الجلد صح صحت وجاء المدير كملها وفلكني وكذا أنا صرت بخير وقصروا بحقي ويأطيهم العافية في الميادين العظيمة